أهلاً و سهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرى حب دفي في هذه الفقرة النجبة الكبير كابتن فتحي نصير زي كابتن فتح بشرف و منرة حضراتك أولاً سعاداء جداً بوجودك معانا النهاردة بقالنا فترة طويلة ما تقابلناش بقالنا فوق الشهرين تقريباً يعني الشهرين بس مرة عليك سنتين أنا بسيب حضراتك للاوقات التقيلة كده يعني متشاط التقيلة لا لا أنت حلقاتك كلها تقيلة أنا عارف بقى أن حضراتك موجود دايماً معانا فبتشرفنا دايماً الصبح بتيجي الصبح أنت بتقيت روحي اللي بتسحى بدري في الرياضيين كلنا بنسحى متأخر حضراتك بس اللي بتسحى بدري أخبار حضراتك هيا كبتن الحمد لله كله كويس كله تمام مبسوط النهاردة بمباراة الأهلي واسموحها الحمد لله الحمد لله يعني يعني بدأت الشكل والأداء والروح يبان يبان مع بعضه أن الكرة لما عايزة يعني تمشي عشان تمشي عشان نقدر نجيب يعني هما دي الفرقة برضو اللي احنا تعدلنا معاها وضيعت من نقطتين صحيح في الدوري وكان نفس المدرب نفس اللعيبة نفس الفرقة يعني ما كانش فيه تغيير لكن الحمد لله الحمد لله في المباراة دي قدرنا أن احنا يعني فيه سيطرة فيه أداء فيه أهداف وبرضو فيه اللعب المصري فيه إيه؟ اللعب المصري أيوا الاسترخاء في نهاية المباراة والاسترخاء يعني أنت كده بقى هتخطأ ويبقى فيه تهور ويبقى فيه ضرب الجزاء ويبقى فيه جول يخش فيك يعني هتقول لي الله ما احنا كذبانين ماشي وكل ده جميل بس تابو ليه ليه ما نستمرش على الأداء بتاعنا اللي احنا بنلعب به اللي بدأنا به ما احنا نفس الفرقة صحيح وما غيرش لغاية الشوط التاني ما بدأ فكنا لازم نستمر بنفس القوة عشان يعني مش كده لنا والجمهورنا والفرق المنافسة تعرف أن الأهل عائد وبقوة قبل المباراة يعني اللي بقول أنها ان شاء الله بإذن الله يكون من نصيب الأهل أن يقدر يوفقوا في هذه المباراة اللي حيكون لها فاصل كبير وحكم كبير على بطولة الدوري طيب برضو خلينا برضو أسأل حضرتك تقلق اللاعبين الجدد كلهم مروان عطية أو مش تقلق يعني مشاركتهم مع الفريق مش عايزين نكبر برضو لكن مشاركتهم مع الفريق سواء مروان عطية أو خالد عبد الفتاح أو محمد الضوي وطبعا بداية المباراة مع كهربا يعني إنها ضرور كهربا وخالد ومجموعة دي اللي هم لعبوا في الدوري المصري كلناس عارفاهم بس أول مرة تشوفهم مع الناد الأهلي لكن أو اللابسين فانيرك الناد الأهلي اللي لفت نظري واللي هتشعر به إن لعب له شخصيته وله أداءه وله قوة اللعب ما بيخافش اللعب عنده الجرأة اللي هو محمد الضوي محمد؟ محمد الضوي بصراحة يعني من مسكتروا الكورة بياخدوا الكورة ما بيهبش بيروح للمدفعين على إنه يروح ويرقص وراعى الجول هو ده اللي إحنا كنا بيشم راحت الجول فين إحنا عاوزين النوعية دي وهو عنده النوعية دي يعني من نزل في أول كورة مسكها هفوز ما يجري فيها منعب كله أيوة يعني هو ما عندهوش وقت إنه هو يضيعه دي عايزة جرأة وعايزة ثقة وعايزة مهارة كمان طبعا أن الكورة معاك وبيرجليك وبترقص وبتمشي وبتروح على المدافع مش بتلف من بعيد الكورة الأرضية عشان تروح على الجول هو بيختار كله قدامه برقص فيديد بيهلك إن اللعب زوجة شخصية ولاعب يعني فعلا مكسب طيب التشكيل اللي دفع بمارسيل كولر النهاردة يعني أنا شفت بعض الاستوائيات التحليقية وبتتكلم عن التشكيل على فكرة الناس بتبعتلي تقولي مش قلني يعني فيه قنوات كتيرة جدا وراديو مش راديو كل الناس كانت بتتكلم عن التشكيل كانت الناس كلها أو معظم الكلام اللي كان بيتكلموه كانوا بيتكلموا عن أن التشكيل غير مناسب لبداية المباراة لا أنا يعني ما احترامي كل استوديوهات التحليل أيوة وكل الأراء يا جماعة فيه حاجة اسمها مدير فن أيوة أدرى بلعبته وأعرف بلعبته وهو آخر مدرب أو آخر واحد تعامل مع اللعبة قبل هذه المباراة في التمرين فمش ممكن إحنا حنقول وإحنا عاديين في المكاتب أو إحنا عاديين أمام شاشة التلفزيون أو أمام المانوتر إن إحنا نحلل لا هو بدأ بدأ غلط وبدأ بدأ صح وده بدأ بكده دي مش شغلتنا إحنا شغلتنا نقول اللعبة دي قدوا إيه لعبوا إيه لكن شغلتي إن هو لعب ولا ملعبش وبدأ بمين ما بدأش بمين يبقى وما المدارب بدوره إيه لو إحنا مثلا هياخد بقى أراءنا وكل الأراء اللي موجود هو اللي بيقول الكلام ده آخر تمرين في التتش مين اللي كان بمرانه هو إذن هو عارف إمكانيات اللعبة اللي بتلعب وعارف إمكانيات سموحة لأنه هو لسه ملعبها صحيح فإذن هو عارف في الوقتين وبالتالي هو اللي اختار تم هو ربنا سبحانه وتعالى يعني اختياره تم كسب معاوزين صحيح هل قالوا الكلام ده قبل قبل المطش بعد المطش بقى قالوا فيه ناس قالت ما سمعتش كله بقى ما احنا عاوزين ناخد قاعدة ان احنا ما نتكلمش في الحاجات دي إلا بعد المباراة لا بس هكتم برضو وحضرتك أستاذنا في هذا المجال هل من حقي طبعا ان انا كمحلل ان انا اقول وجهة نظري ان انا شايف انه ما ينفعش يبدأ بكذا او بيعمل كذا كمحلل ولكن في الآخر اقول كلمتين حتى اقول ان المدير الفني هو اللي شايف هو اللي عايش يا كابتن اسم اخر تمرين في التتش هل كل الناس اللي بتتكلم دي كانت موجودة لا ولا يعرفوا حكا طب خلاص يبقى انا معرفش يبقى دا يعني صندوق مقفول وهو بينزل منه كتاكيد بتوع اللعيبة وهو عارف انه بيبدأ بدا ويعمل بدا ويعمل دا هو وبالتالي انا ما اقدرش ان انا من الاول بناء على اخذ ورقة كده لا 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 ولا يعرف دا يعني لو سألت قبل المباراة هل الكهربا يبدأ ولا لا يقول لك لا ما تبدأ في المنع انا من الناس اللي كان يبدأ في ناس يقول لك لا ما نبدأش يستنى ما نجيب جنين ولا تجيب جول ولا كده عشان ما يتحمدش لأن الظروب بتاعت النادي واسموحها قبل كده والماتش ده كان فيه تعادل وماتش مكهرب فمش عايزين كهرباء مع كهرباء وماتش مكهرب بالدنيا تلكهراء فبعضها لا أنا أقول لحضرتك ليه أنا أقول دايما اللي جاي من فترة طويلة دي أنا أخدتها من منويل جوزي منويل جوزي اللعيب اللي جاي من قعدة طويلة أو بقاله فترة مصاب أو كذا أو كذا يلعبوا أول ماتش أول ماتش يقول لي حيبقى فسألته قبل كده يعني بعد ما بطلنا كرة فهنا بنتقابل كتير أنا هون فسألته قلت له هو أنت ليه دايما كان اللي بيجي من إصابة طويلة تلعبه على طول بتديله قال لي لأ ده بيبقى جعان كرة وعنده جواه طاقة مكنونة مكنونة تخليه قدر يكمل تسعين ديئة بعد تسعين ديئة هياخد فترة ماتش ماتشين كمان إنه حيرجع تاني أنا أقول لك تعلمتي دي من منويل جوزي أنا وكلام صح يعني إن أنت أي لعيب بيبقى جاي من إصابة بيبقى جاي متحمس ونفسه يلعبوا عاوز يلعبوا كده ويبقى عنده الروح وعنده الأداء وبعدين لما أهو ربنا وفقه فإذن توفيق من الله سبحانه وتعالى ولكل مكتاد النصيب أما يعني ككلر أو عمل حاجات النهاردة برضو كويسة حتة اللعيبة اللي هم بدأ يريحهم ويعني أنا مثلا ملوكة نظر كان مثلا أحمد فتح كان ممكن يعني أقول إيه من بدر شوية كان يقدر يغيره يعني قبل ما يتخبط يعني قبل ما يتخبط في رجلهم فبس لكن البقيين كله التغييرات صح هو حضرتك قلت وجهة نظرك ولكن قلت في الآخر ايه بس بعد المباراة بس ما قدرش أقولها قبل المباراة احنا بنقول وجهات النظر بعد الماتش ما خلص وبنتكلم نقدر نقول والله كان ممكن كان ممكن لكن ما بفرضش عليه حاجة أو أن أنا أقول وجهة نظر لأن حمد فتح من اللعيبة الأسسيين دلوقتي أو في موجودين أنت عندك مباراة قوية يوم السابت فإذا لازم أحضر أنا دلوقتي كده وأنا بلعب المباراة دي ووصلت الثلاثة ما بقولش ما تفكرش فيها لكن لازم أفكر شوية في المباراة البعديها من اللعيبة اللي أنا ممكن أخاف عليها إن أنا خليها إن أنا واحد ولا اتنين هو ده اللي كان ممكن لكن برضو القرار هو قراره مش قرار أي حد تاني واستبدال اللعبين الجداد اللي هو ينزلهم بعد ما اطمئن النتيجة برضو توقيت سليم وتوقيت صح عشان ما نحطهم مش تحت ضغوط ونسيب كل واحد فيهم ينطلق يتحسس لأن برضو كل واحد في هذه المباراة هم التلاتة نزلوا بس كل واحد أول مرة يلبس في نية الأهلي فعليها ضغوط طبعا هو بالنسبة له فكل واحد عايز يعمل كل حق كويس فاللي عجبني يعني اللعيب اللي هو المتميز الجريء اللي له شخصية شخصية المهاجم دي كابتن إسلام مش عند أي حد يعني المهاجم غير أنت مدافق وكنت شوف كنت بتقاه وبتهاجم وكل حاجة لكن شخصية اللي بيجيب جون اه شخصية المهاجم اللي هو عارف أنه بيروح له الجول وما يخافش ما يحضرش كتير ورا متى هو ما يجلوش الكرة ويجنائلها في لعبة كده اللي هي تبقى خايفة تغلط اللعبة اللي خايفة فيه غلط ده يبقى ملوش شخصية لكن فده الراجل ده ميسكوا الكرة ما حدش قال له انت رايح فين ده كنه بيلعب مع النادي الأهلي بقى له مثلا سنتين ثلاثة خدها وراق على الجول رايح فين تعالى والكرة اللي بعديها وبعدين شاط اي نعم الكرة برة لكن الجرأة على التزديد برضو ميزة من الميزات اللي شفناه شفنا النهاردة كم من التزديدات كتيرة هي مفيش اتقان لكن خلاص القرار التاخد نحاول بقى نصلح يبقى فيه اتقان في التزديد اتقان في التحرك اتقان في ان انا اعرف المرمى فين واعرف هانا بشوت فين والكلام ده كله لان كمية الشوت من اللعيبة النهاردة مش فينهوش في ماتشات سابقة اه فحضرك سعيد بالشكل اللي ماشي بين نادي الاهلي او الاداء اللي عملوا النادي الاهلي باستثناء طبعا الدلع المصري اه ما انو قلنا له يعني استفقاء بدلع ايه سبب كابتن فتحي من وجه اتنظرك بيحصل هو يعني اقول لحضرك حاجة اللعيبة اول ما بتفرح الانسان مخه امتى ما يشتغلش في المباراة اولا مفروض اللاعب مخه يشتغل طوال التسعين دقيقة لو مخ اللاعب ما اشتغلش تركيز حالك تقصد بيقلي شوية مسلا اه يعني مخه بيشتغل على طول طالما مخه مخه يبقى تركيز مخه بيشتغل التسعين دقيقة يبقى ما فيش اخطاء اول ما مخك ده يبطل يبطل شوية او يهوى شوية او يسرح شوية طب تقول لي هال مخه ما يشتغلش اه امتى وقت الفرح او وقت الزعل وقت الفرح او وقت الزعل بالساعات لما انت تكون زعلان يقول طب بس هدأ اهدأ بس تباشي كباط ما انت بيغسل وشك اه فهو ده وقت لما يجي في الجون او تجيب جون او تجيب جون فانت كذبان فخلاص فهو ده بدأت تتفكر بدأت تتفكر في الماتش اللي جاي اللي هو ماتش زمالك من دلوقتي انت هتفكر فيه توقعت الماتش ده خلص طيب كابتن معلش عشان هنتكلم بقى محركة نارضة ولا كاس العالم بما اننا النادي الوحيد اللي بيلعب في كاس العالم للاندية لكن خلينا نروح لزوم مع كريج وايبل مدير عام نادي سياتل ساوندرز الامريكي والمشرف على كرة القدم كريج وايبل هو المدير العام زي ما قلت رحضا لكم لنادي سياتل الامريكي بطل الكونكا كاف وايضا هو صاحب تاريخ مع النادي كلاعب وله مسيرة طويلة حافلة بالبطولات مع الدوري الامريكي خلونا نرحب بكريج على شاشة قناة النادي الاهلي اهلا بيك وبهنيك الحقيقة على الانجاز التاريخي اللي انتو كأول بطل امريكي يشارك في كأس العالم للاندية وبالتأكيد هو انجاز لكرة القدم الامريكية شكرا جزيلا لكم نعم من بالغ سروري ومن الشرف انا تواجد معكم واعتقد اننا اول فريق امريكي كما ذكرت يمثل القارة في كأس يمثل البلد في كأس العالم للاندية هذا فخر كبير لنا هذا انجاز رائع للفريق وللنادي ككل نحن نناضل لنكون في المقدمة منذ 14 عاما وبالطبع دعني ابارك لكم على هذا الانجاز انتم تؤدون بشكل جيد في هذه البطولة مرات عديدة فزتم بالمركز الثالث فنحن نتمنى ان نكون على نهج نادي مثل الاهلي طيب هسألك مباشرة عن القرعة ورأيك فيها وانتو هتلعبوا الفائز من النادي الاهلي وأوكلاند سيتي نيوزلندي نعم لا يوجد شيء في تفكيري بخصوص القرعة لا يوجد أي تعقيف سلبي عن القرعة استجعنا أقول أنها كانت جيدة إنها فرصة رائعة لأي نادي أن يواجه أي نادي آخر في هذه البطولة ويتبادع للخبرات هذا أمر مميز جدا لنا طيب هل شاهدتم أي مباراة للنادي الأهلي أو لنادي أوكلاند في النسخ السابقة من كأس العالم للأندية وكيفية التحضير لهذه المباراة وكيف ترى الأهلي وأوكلاند من النحية الفنية أنا بالفعل شاهدت العديد من المباراة في المنافسات السابقة ولكن كأس العالم هو يعد بمثابة الحلم لنا ليس فقط كالدوري العام ولكن الأمر كان حلما لنا أنا بالفعل كنت أشاهد كأس العالم كمشجع بشكل مباشر في كل نسخة كنت أتابع جميع المباراة ولكن الآن لقد ذكرنا ودرسنا العديد من الأندية فالجودة التي يتحلى بها الفريق رائعة أستطيع أن أقول أن الفائز من مباراة أوكلاند والأهلي ستكون مباراة قوية ضد هذا الفريق الذي بالفعل يحظى بجودة رائعة من اللاعبين الأمر جروني بالنسبة لنا سيكون الأمر تحدي كبير بغض نظر عن الفائز هل تعتقد أن خبرات الأهلي أو أوكلاند باعتبارهم الأكثر مشاركة في مونديال الأندية ستكون بمثابة عقبة في طريق سياتل في بداية مشواره بالدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية أعتقد أن أي منافسة كبيرة تكون صعبة على أي فريق ستكون مباراة بمثابة بطولة أعتقد أن تصعد أعتقد أن تصعد للنهائي لبطولة مثل كأس العالم للأندية ستحتاج للخبرة نستطيع أن ننظر إلى منافسات الفريق المحلية وسنجد أن الأمر مختلف تماماً لم نواجه مثل هذه المواجهات من قبل نحتاج للخبرات ونحتاج للعبين يعرفون ما معنى هذه المنافسة ومعنى هذا النوع من المنافسات أن نستطيع أن نلعب على مستوى عالمي وليس فقط مستوى محلي أعتقد أن الأمر نعم يفرق مع أي فريق منافس الأمر يعتمد على الأحد عشر لاعباً أستطيع أن أقول أن نحن الآن في مرحلة استعداد للموسم الجديد فأعتقد أن نأمل أن نواكب هذه الأجواء الدوري في أمريكا يبدأ في فبراير على ما أتذكر وبالتالي أنتم لسه ما بدأتوش الدوري أو أول مباراة لكم ستكون في فبراير وبالتالي ستكونوا لسه ما دخلتوش جو المنافسة هل سيؤثر على السياتل في كاس العالم للأندية أعتقد أن أعتقد أن فريقنا فريقنا اعتاد أن يظهر بشكل رائع مؤخراً الأمر ليس سهلاً ولكن نعود بشكل جيد على المستوى الفردي لدينا لعبين جيدين أعتقد أننا استطعنا أن نجري الكثير من المباراة الودية الرائعة أعتقد أننا سنكون في شكل مثالي لننافس لقد قمنا بتحضيرات لمنتصف الموسم في السابق والآن نؤدي تحضيرات رائعة بالنسبة للفريق هل القرعة خدمت سياتل ولا لا بخصوص أنها خلت ريال مادريد بدلاً من فلمانجو البرازيلي في مشوار التأهل لنهاء المنديال في أول مشاركة لكم أظن أن هذه المنافسة لا يوجد مباراة سهلة في هذه المنافسة أعتقد أننا يجب أن نتحلى بالجرأة ويجب أن نبتعد عن أي مخاوف تكون مصاحبة لمثل هذه البطلات فهذه فرصة كبيرة أن تلعب ضد مثل أوكلند الأهلي ريال مادريد فلمانجو هذه فرصة لا تتكرر كثيراً أعتقد أن كل هؤلاء الرجال في فريقي حارسين جداً على إظهار أفضل ما لديهم في هذه البطولة بمناسبة الرجال في فريق قائمة سياتل بها لعبين شاركوا في كأس العالم 2022 وده تأكيد على قوة الفنية الموجودة في فريق سياتل إلى أي مدى تتوقع وصول فريقكم في هذه البطولة هل من الممكن أن تصل للمباراة النهائية؟ هل ستخرج لو الأهلي أو أوكلاند سيتي؟ كيف تفكر؟ أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى أنفسنا في النهائي نعم يجب أن نلعب لمثل هذا الهدف نعم لدينا لاعبين رائعين لعبوا في كأس العالم بالفعل لم يشاركوا كثيرا ولكن لديهم الخبرة الدولية الكبيرة ضد الكاميرون والإكوادور بالفعل لعبوا مباراة سابقة مباراة دولية أعتقد أن لدينا الآن يجب أن ننفس كمجموعة على أفضل أداء في أول مباراة حينما تلعب مثل هذه البطولات بشكل جماعي وتركز على التفاصيل بسيطة في المباراة يجب أن ننظر إلى أنفسنا كفريق بطل وينافس على أن يصل إلى نهاية البطولة أولا طيب متى يسافر فريق قاسيات للمغرب وهل هناك استعدادات خاصة لهذه البطولة من حيث موعد المعسكر بما أن أول ماتش ليكو يعني حيكون بقى في الدولة الأمريكية في نهاية فبراير نعم نحن نعمل على قدم وساق في هذه التحضيرات ليس لدينا الآن أي حصص تدريبية سهلة بالنسبة للعبين لأنني كما قلت سافرنا لأسبانيا في هذه العطلة لعبنا مبارات وديا قوية لعبنا مبارتين صعبتين في أسبانيا كتحضير وقبل المباراة الافتتاحية سيكون لدينا مباراة مبارتين في الدولة نحن نركز على كل بطولة شيئاً فشيئاً ربما ليس لدينا ليس لدينا أكثر من مائتين أو ثلاث مائة مشجحة حتى الآن ربما سيظهروا معنا في هذه الرحلة الأجواء رائعة هنا الجميع متحمس نتطلع للمشاركة وتفاعل الجماهير أكثر في هذه البطولة المدير الفني لفريق سياتل بريان شمايتزر حقق نجاحات واستطاع أن ينهي سيطارة الأندية المكسيكية على بطاقة التأهل لمونديال الأندية من خلال حصد ساوندرز للقب دوري أبطال كونكاكاف رأيك في هذا المدرب لقد قام بالكثير من المباراة الرائعة أعتقد أنه قد نفس على أي بطولة متاحة بالنسبة له حتى صعد لكأس العالم هو مدير فني رائع أعتقد أني أستطيع أن أقول لك بمنتهى السرعة أنه لقد فاز بثقة هؤلاء اللاعبين للفوز بأي مباراة لقد اندمج مع الفريق بشكل سريع أنه أعتقد أنه قادر على قادر على تقديم أفضل بطولة للنادي الأمر بالنسبة لنا الآن هام جدا أن نمثل بلدنا بشكل جيد في المغرب وأن نقدم أفضل نسخة لفريقنا فستطيع أن أقول أن مدير الفني الخاص بنا سريع جدا في إظهار جودة اللاعبين وما لدى الفريق أنا أضمن لك أن يظهر بالشكل الأمثل في البطولة أخيرا هل تتوقع حدوث مفاجآت في النسخة المقبلة لمونديال الأندية ومن ترشح للفوز بهذه البطولة نعم نتمنى أن يكون هناك مفاجآت الجميع يتمنى أن يكون فريقه هو الفائز بالبطولة ولكن نتوقع أن يكون الفريق الأوروبي هو الفائز بالفعل الجميع توقع ذلك نحن نعمل أن نخلق نحن المفاجآة وأن ننافس على البطولة فهذه المجموعة من اللاعبين جادة جدا في المنافسة على هذه البطولة وأي بطولة أعتقد أن لدينا الفرصة جيدة لنؤدي بشكل جيد ولكن نتمنى أن نكون منافسين بالفعل إن شاء الله الأهلي هو الذي يعمل هذه المفاجآة أنا فأشكرك شكرا جزيلا كريغ وايبل مدير العام نادي سياتل ساوندرج الأمريكي أشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا والمشرف على كرة القدم في هذا النادي يعني حبينا برضو ندخل الناس لأن تعرف إحنا الفقرة دي لازم تبقى كل يوم عندنا عندنا إحنا بس لأن كل المعلومات اللي تتقال دي كلها معلومات جديدة وبعدين حاجات توضح للناس وتوضح للجمهور طبعا إمكانية الفرق المنافسة لنا يعني أمريكا الكرة تطورت فيها تطور قوي جدا ومستواتهم عالية وبعدين معظم اللعيبة في نفس النادي ده في منتخب أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية ولعبوا في آخر كسعالم فطبعا دي كلها دوافع لهم إنهم مشاركوا أول مرة مع إمكانيات مع البلد وجو المغرب المغرب جواها يعني جو معتادل جدا لكرة القدم في شارف وبرير عشان كده راحوا أسبانيا يعني هو كاب يقول إنهم موجودين في أسبانيا واضح إنهم بيحضروا كويس يعني إن أسبانيا والمغرب خمسة عربعين ديئة بالزبط يعني المسافة بينهم مع بعض ما فيش يعني أنت تروح من هنا لهنا فهو عشان يبقى نفس الجو بتاع المغرب هو هو نفس الجو أسبانيا لا هم واضح إنهم بيفكروا كويس يا كابتن فاتح يعني أكيد يا كابتن إسلام أسلي بقول لك أمريكا يعني هي مش أمريكا بس في العلم أمريكا في السياسة أمريكا في المال أمريكا في الاقتصاد أمريكا في الرياضة بعدهم كاس العالم القادم كمان أو كاس العالم هم يعني حاملون اللي جاي ده ورغم إنه هم هم وكردا والمكسيك يعني آه يعني بدأوا كرة القدم متأخر متأخر بدأوها بعد أولمبيات 84 خادوا الفلوس اللي كذبوها في 84 وبدأوا يصرفوا على كرة القدم قبل كده مكنش عندهم كرة القدم قبل 84 بعد 84 خادوا الفلوس اللي كذبوها من أولمبيات 84 وبدأوا يصرفوا منها على كرة القدم ويتطوروها لغاية ما وصلت للمرحلة دي فطبعا يعني أمريكا هي أمريكا برضو في مجالها طبعا من الواضح إنهم فريق جيد يعني إحنا بنحاول طبعا نعرف جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي بس يعني لأن بقية الجباهين يعني طبعا من حقهم من هم يتفرجوا كل حاجة ولكن هو جمهور النادي الأهلي اللي من حقه يعرف كل المعلومات الخاصة بالفرق اللي من المحتمل لو ربنا كرمنا في مباراة أوكلاند سيتي إنه نحن اللاعب هو ده اللي حيق بنا آه بالزبط هذا الفريق وده المدير العام المشرف على الكورة عندهم يعني زي كده المشرف على الكورة في الأندية مباراة السموحة أبرز المكاسب من وجهة نظرك لمباراة للنادي الأهلي في مباراة سموحة أول مكسب إنك وصلت نهائي كأس مصر أوكي ده مكسب صحيح الرابط من بطوله نعم آه يعني خلاص المكسب التالي إن الفريق بدأ يستعيد قوته الخططية قوته الجماعية أداءه الهجومي والشكل الهجومي اللي هو ممكن يكسب به أي مباراة والاتزان ما بين الدفاع والهجوم والهجوم والدفاع في المباراة بتشوف الكسافة العددية في المكان اللي فيه الكورة بدليل إن انت الكورة في الدفاع تلاقي أكتر من لعب موجود الكورة في الهجوم أكتر من لعب موجود وده اللي كان بينقصنا قبل كده كنا بنلعب في جزر منعزلة دلوقت أصبح في هارموني أو فيه توافق بين كل اللاعبين اللي في الملعب كيف استفيد الجهاز الفني كابتل من الإيجابيات دي للمباراة القادمة أكيد هو يعني من حيث ما انتهى هيكمل دلوقتي عنده دوافع مكسب دوافع انتصار دوافع حاجات كتيرة اللعيبة عملوها قدروا أنهم يعني أنهم يكسبوا منها المباراة يعني على سبيل مثال بنقول لما يكون فرقة بتتكتل انت بتطلع من على الأجنحة وبتعمل للكور العرضي اتعاملت النهاردة لجوال للكور العرضي صحيح انك تخترق من النص وتقدر تسدد اخترقنا من النص وبدأنا ان احنا نسدد عشان تجيب لجوال اذا في دوافع في بعض الحاجات المكاسب الخططية والأداء المهاري لللعيبة موجود في هذه المباراة بنبني عليه ونكمل للمباراة القادمة مش مباراة بس يوم السبت المباراة القادمة على طول لأن احنا بنكمل لأن المشوار طويل لسه للنادي الأهلي سواء في الدوري أو سواء في كاس العالم أو سواء في الكاس فدي مش آخر المرحلة اللي هي مباراة سموح في ظل أو مدى تأثر النادي الأهلي بالغيابات والإصابات اللي كانت موجودة فيها هي دي بقى يعني كلمة السر اللي عندنا ودي اللي الواحد يعني كده يعني تشفق على المدير الفني والمسؤولين عن فريق النادي الأهلي في أنك عندك كم إصابات والإيقافات ويعني محمد بتقول النهاردة خلاص ماتش اللي جاي مش هلعبه لأنه موقوف حاجات كده تطلع لك منين ما عرفش هل حمدي فتاة أخبار رجله بسيطة إن شاء الله ماشي يعني لكن بتقلقك حاجات تقلق لو أعلم صحيح آه طبعا ما عندش يقولك ده إسلاب قال بسيطة آه لأ حاجات بتقلق يعني لكن الإصابات الإصابات التانية اللي عندنا اللي هي مطورة دلوقتي يعني طهر محمد طهر أين هو بس خلاص بيقوله حيرجع يعني لسه كل وارد شوف إزاي ما عندناش قاطع أو قرار قاطع بيقول إن اللعيبة دي كده فكم الإصابات الكتيرة دي مش بقول بتهزي الفرقة بتعطل التقدم في الأداء يعني أنت كويس وبتلعب عايز بقى مجموعة لعيبة إن يطلع البديل يطلع واحد ينزل واحد تمشي الماكان زي بقول الماكان تطلع وماش آه تطلع بقى مش عايز بقى ترسي يبقى متعطل وهنا تبقى دي متعطلة وبعدين خصوصا بيجيلك في عناصر من اللعيبة المتميزين اللي بيقدروا يعملوا الفارق في الملعب حقيقي فالإصابات دي طبعا يعني خرج عن الإراضة لكن ده قدر الله وقدر الناد الأهلي وقدر الفريق اللي بيلعب على بطولات مش بطولة واحدة صحيح انت مش بتلعب مباراة عشان تلك تكسب النهاردة ولا بش عارف انت بتلعب هذه المباراة عشان مثلا بتلعب بطول الكاس هتخش بطول الدورة هتفكر في كاس العالم شوف انت فين شوف الدوافع بتاع الفرق والدوافع للبطولة دي والدوافع للبطولة دي كل حاجة فتجاه وكل حاجة بس هي كلها كرة القدم وكل دي ضريبة لعابة النادي الأهلي وده ضريبة الناد الأهلي صحيح هو ده انه بيشارف كل فرق طيب انت لو متشاركش في فرق بطولات دي كلها ما خلاص مش هتبقى عندك اي ضغوط ولا اي حاجة هي امسة بقى واحدة بتلعب بها وخلاص طيب كيف يفكر كل ركبت في مباراة الزمالك من الناحية الفنية هو فكر فيها بعد الحكم ما صفر النهاردة يعني اول ما الحكم صفر خرص المباراة بدأ يفكر في المباراة القادمة او فكر فيها اثناء المباراة في التغييرات اللي هو عملها اللعيبة اللي هو بيصلاحها وبيعملها لانه بدأ يفكر في اللي جاي او ريح ده حبدأ ده حمد فتح مثلا لازم ييجي والتاني يستريع كل دولة بقى يريحهم على اساس انه فكر في المباراة القادمة ازاي يحضر ناس كلها بتبقى فرحانة وتبوز بعضها وبعد الماتش لكن هو دماغه مش هنا دماغه في مباراة يوم السبت لان التوقيت كمان قريب ما فيش ده احنا اربعة تلات يام واليوم الرابعة واليوم الرابعة مباراة يعني يوم السبت فمباراة ريبة لكن ان شاء الله بإذن الله الدوافع اللي هي اللعيبة كذبوها والفرقة اللي هي كذبتهم والحماس اللي عند الجمهور النادي الاهلي اللي هو يستحق كل تكريم وكل احترام اصبح دلوقتي مهيئ لمباراة يوم السبت نفسيا مهيئين طيب رأيك في مستوى التحكيم كابتن فتحي انت اتكلمت كتير اوعى على التحكيم ودائما يعني احنا اشوفك كتير في كل الحلقات بتاعتك ومالهاش مخرج يعني يعني احنا خلاص يعني مستوانا او مستوى التحكيم او مؤداء الحكام لا يرقى للصرف على الفرق اللي هي موجودة الدوري كله ما بقولش على احلى كلمة سمعتها اليومين اللي فاتوا دولا في موضوع التحكيم ان بالفعل يا كابتن كلمة مهمة جدا مستوى الدوري المصري او مستوى الصرف حتى على الفرق الكبيرة التحكيم لازم يكون افضل من كده لازم يا كابتن فتح معرفش ازاي انا مش راجل بتاع تحكيم الاتحاد جاب مسؤول جاب مسؤول مش محايد يعني محايد مسؤول اجنبي والراجل بدأ يشتغل يمكن ما اشتغلش جامد الفترة اللي فاتت لانه كان راح كس عالم وراح هنا ما كانش يعني متفرر قوي لكن اللي انا شايفه كان فيه اجتماع مبارح مع مجلس ضرورة الاتحاد ومع الربطة وكده لانه هم حاسين نفس الاحساس اللي انت بتوله بلوقتي صحيح يعني هم حاسين بهذا الاحساس انا كدوري دوري كبير ودوري له اسمه ونادي الاهلي والزمالك ونادي البرامدز ونادي مش عارف ايه والنادي الاسماعيلي والنادي المصري والنادي الاتحاد ونادي اسوان وفوتشر ونبي وبقية الاندية كلها واسماء وبيصرف يعني اقل النادي يصرف مبالغ كبير يعني مصروف كتير لكن الصرف الكتير ده هو ده اللي انا يعني بحزن عليه ما لازم حاجة تحافظ عليها لا ينور عليك يعني لازم تحافظ على اللعيبة دي وتحافظ على اداءهم وتحافظ على المجموين ليه لان الناس دي مصروف عليها كتير وده فلوس مش فلوس احنا جايبين لقيينها ولا اي حاجة ميزاريات اندية اه يعني فلازم ده يرقى لنفس مستوى الصرف من وجهة نظرك كيف يمكن ان يرتقي مستوى التحكيم الى ما نريد ان نصل اليه اه ما احنا دلوقتي احنا جوتنبرج ده جه اه ماكملش دلوقتي ممكن اربع شوق شهر تسعة اه منهم شهرين اللي هو شهر كس العالم شهر نجاس شهر كس العالم وشهر التاني اه لا ربما احنا عندنا كابتن اسلام فيه خامات كتير بس القانون عندنا للأسف يعني اقول له حضرتك حاجة تفضل قانون كورة القدم 17 مادة قانون كورة القدم 17 مادة فيه مادة 18 ايه هي المادة 18 اللي هي كيفية 17 مادة كل مصر عارفها كل ناس عارفها واجبها من القانون تقراها والحكام عارفينها هي المادة 18 دي هي اللي بتخلي الحكم ده فوق والحكم تحت يعني ايه كيفية تطبيق 17 مادة ازاي يطبقها. صحيح. هي دي الصعوبة بقى عندنا. هي دي المشكلة. يعني ايه. ده دفع. ده زق. ده عرقل. كله احد بيشوف منه ده النظر وبيعملوا. صحيح. هي دي. هي دي المادة 18 اللي مش مكتوب. ازاي تطبق السبعتاشر. القانون الاتحادي الدولة قال لكم السبعتاشر دولة تحكم بيهم. انت القاضي وانت اللي حتحكم بالسبعتاشر مادة. انا المادة 18 دي انا حكم بطريقة. وحضرك تحكم بطريقة. وعلي حكم بطريقة. كل واحد بطريقته. بس هي دي اللي بتختلف بقى. فالمواهب عندنا احنا كحكام مصريين. المادة 18 عندنا. اللي هي اصلا مش مكتوبة. كيفية تطبيق القانون. كيفية تطبيق المواد السبعتاشر. في الملعب. هي اللي بيختلف. العملي. اه. ازاي تطبقها ترانسفير تترجمها للملعب. هي بتختلف من حاكم لحاكم. ايه الفرق بين الحاكم الاجنبي. اللي جاء حاكم نهائي كاس العالم. وحاكم من حكامنا المصريين. الراجل التاني بيطبق السبعتاشر مادة. بيعني. بحياة. ما بقولش بحياة دا. التاني ما بيميلش. بس هي اخطاء. امكانياتهم كده. امكانيات اللي عندنا كده. ان هما بيبقوا مضغوطين. بيهم يقول لك. مثل دا. خايف من مباراة فيضطر. لا. انا مش عايز أبين ان انا بخاف من الاهل. فابقى ضده. انا بخاف من فرقة تانية. لا. انا مع الصواير ضد الكبير. حاجات زي كده بتوقع تلعب في دماغ الحكام. فدي بتقلل من امكانياتهم. لكن هما كبشر يومن بين بين قادرين انهم يبقوا كويسين ويطوروا نفسهم. لو لو فكروا ان اول ما بينزل ما بيعرفش غير لونين. اللونين مين. ما عرفش اسماء فرقهم. لكن اعرف اللونين. انا بلعب على اللونين. لو لعبت على اللونين. هبقى يبقى فيه حيادية اكتر في الملعب. والتطبيق هيكون اكتر. طيب. اخيرا كابتن فاتح اخد حضرتك لما حدث اليوم وفي ورشة عمل ثري دي للمدربين التابعة لاتحاد كرة القدم اللي اتعملت النهاردة. لو حضرتها. نعم. حضرتها. حصل ايه يا كابتن النهاردة? حكي لنا برضو لانه مهم جدا للناس تعرف. ان برضو مقطعات كرة القدم بيشتغلوا. شايفين بالناس بتعمل ايه وبيعملوا ايه? دي اه محاضر امريكي. اوكي. ولجنة الانبية جايبها لجميع الاتحادات. مش لاتحاد كرة القدم بس. لجميع الاتحادات? لجميع الاتحادات. فيما يخص ايه بقى? لانه بيخص علم النفس الرياضي. علم النفس الرياضي. اه. فطبعا علم النفسي خاص بكرة القدم. وعلم النفس خاص بكرة اليد. اه وخاص بكرة. كل حاجة. اه. اه. فهو عملوا جميع الالعاب الرياضية في اللجنة اللونبية. باستثناء اتحاد كرة القدم. عملوا المؤتمر بتاعهم داخل الاتحاد المصري. اه. والرجل الامريكي يجيه واشرح. وادى تفسيرات لحاجات كتيرة في مجالات كرة القدم. حضرها مدرب المنتخب. الاول. فيتوريا وميكالي. وميكالي. والمساعدين بتوعه. وحضرها مجموعة من المدربين المصريين. دور الممتاز بدرجة تانية. وبعض المصريين يكون موجودين. حتى هو في الكلام. فبيسألهم. بيقول لهم يعني يعاوزين نسأل. هل في حكم. احد منكم من اللي في القاعة. اه. بقاله ثلاثين سنة او اكتر مدرب. فكل ما رفعش. فانا رفعت ايدي. اه. فقلت له يعني ثلاثين. وبتاع فهو قاعد ويتحكوا كلهم بصوا. فقلت له انا دخلت الاتحاد ده. القاعة اللي احنا فيها دي اه سنة اتنين وسبعين. يعني من خمسين سنة. اه. مش ثلاثين. اه. مش ثلاثين. فكان بيدي امثلة. والحقيقة الراجل يعني عمل شرح واحد اشتغل حوالي ثلاث ساعة. كانت ام query من تسعة. خلص ساعة اتناشر. واكي. والاتحاد بعضين يكرمو. اه مع الاستجمال علام رئيس الاتحاد. دلو دارع. والاتحاد كرمو كن موجود طبعا استاذ دكتور جمال محمد علي اللي هو مسؤول مداربين. في في الاتحاد. فيعني بيثقفوا أو بيدوا رؤية عن علم النفس الرياضي للمدربين. بيقولهم بيطلعوا روحة ساكبتل. بيشغالين فيه. بيطلعوا روحة ساكبتل. بقىنا خمس سنين ما طلعوا. مش هما يعني الاتحاد ما لقى حلاقة. لكن بقىنا خمس سنين ما لازمت. مع عشان الاتحاد الافريقي ما كانش مصرح له. الاتحاد الافريقي دلوقتي ادهم التصريح. والضوء الأخضر وكده. ويعني فيه طبعا كانت مشاكل هما الاتحاد الافريقي دايما بيخترح حاجات يعني مثل يقولهم ان المحاضرات هي معمولة وكل حاجة. بس انتوا لازم تترجموا الحاجات اللي انتوا عملينها دي باللغة الانجليزية. فطبعا يعني هم مش محترفين بالعربية. فالحقيقة يعني بس جماعة علام راح لهم منك في الاتحاد الافريقي وقال لهم فيه اربع لغات في الكاف اللي هي الانجليزية والفرنسية والبرتغالية والعربية. فاذا الاربع لغات رسمية طب ما خلاص يبقى لازم العربية يتم توافق عليها. مش عاوزين يحترفوا باللغة العربية. واخرنا نحترفه فهو فهتمشي ان شاء الله يعني في خلال شهر بإذن الله. رخص المدربين رخص المدربين هتمنى ان شاء الله انها تنتهي ونشوفها خلال الاشهر القادمة لانها الحقيقة عندنا مشكلة في هذا الامر بقالها هي مش مع الاتحاد هي بقالها من الفين وثمانتاشر على ما تذكر او الفين وستاشر انا اسف يعني ده اربعة وثلاثة سبع سنين سبع سنين مفيش رخص مدربين مفيش رخص مدربين وبالتالي يعني المدربين المصريين يعني يستهلوا افضل من كده وان شاء الله دكتور جمال محمد علي اللي انا عارفه ان هو يستطيع ان هو يقدر يعمل كده خلال احنا عندنا اربعة عندهم رخصة انهم مش البرو يدرسوا للبرو اربعة في مصر رخصة محاضر محاضر البرو يعني هو يقدروا يبقى عنده برو وبالتالي حيدرس البرو لازم تكون عنده يعني ما كونش عندنا دكتوراه ودي الدكتوراه لا لازم تكون عندها فالاربعة دولت اللي هو فيه الكابتن شطة وفيه كابتشاو عبد شافي والدكتور محمود سعد والرابعة كابتن فتح نسير انتوا الاربعة بس احنا الاربعة بس على مستوى مصر اه اللي احنا عندنا رخصة منح البرو يعني تمتحن ودرس وتعمل حاجات دي هم اللي موجودين في مصر قريب يعني ممكن نشوفها ان شاء الله فان شاء الله بإذن الله هتنشي كلكم عموما انا تمنى ان شاء الله ان الموضوع الرخص ده انتهي لان بقى انا فيه مشكلة كبيرة جدا سبع سنوات كل المدربين المصريين انا فتحت الموضوع ده من خمس تلات اربع خمس شهور كل المدربين كلموني الحياة لنفسهم ان هم يعملوا كده ان شاء الله هم فعلا معظورين يعني فعلا عشان حتى انهم يشتغلوا بها برا ويشتغلوا بنا وعلي ماهر برضو وعلي ماهر صحيح يعني حرام يعني الناس دي كده فدي مشاكل برضو ان شاء الله بإذن الله هتتحل وربنا يساعد بإذن الله يا رب ان شاء الله شرفتنا نورتنا وسعداء جدا بوجودك معنا ويعني ما تبعدش عننا كده سايبينك عشان شغلك كتير اليومين دي اللي هو قناه دي بالصح شكرين جدا يا كابتن فتح على وجودك معنا شكرا جزيلا لنجمة كبيرة كابتن فتحي مصير خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل الأستاذ عصام شلتوت والأستاذ محمد القصي في ضيافة البيت الكبيرة